يتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مساء اليوم على رأس وفد رسمي إلى العاصمة التونسية لرئاسة وفد مصر في القمة الثامنة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية الإفريقية أتيكاد ثمانية وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية كما سيعقد مدبولي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة تقدر الإشارة إلى أن قمة التكاد التي تستضيفها تونس سوف تعقد اجتماعاتها على مدار يومي السبع والعشرين والثامن والعشرين من أغسطس الجاري وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية